حياتي بالقيام أحلام حياتي بالقيام أحلام مع المشاهدين الكرام اليوم عن الرحمة بالرحمة أرقاء كيف يمكن أن ينفق الإنسان بالرحمة أذكر قصة ذكرها أحد المشايخ الأفاضل يعيش في الغرب يعني قال مرة كنت أحدث نفسي عن معنى رائق من معاني الإيمان وهو هل نستطيع نحن أن نقارب الله عز وجل كذات؟ فوجدت أننا نستطيع لكن يمكن أن نقاربه كصفات أنت عندما تقارب صفة الرحمة من الله عز وجل تجد وتتكشف لك معاني غير عادية للرحمة وتقترب من الرحمة الإلهية عندما ترحم الناس قالوا بينما أنا أتصور هذا المعنى فجأة إذا باب السيارة يدق كنت أنا واقف في سيارتي وكانت زوجتي دخلت السوبر ماركت لتأخذ شيء وتخرج وكانت بنتي بنتي اسمها جنات في حضني وأنا مستغرق في هذا التفكير الجميل مع الله عز وجل وإذا باب السيارة نافذت السيارة تدق وإذا بي أرى رجل يبدو كأنه في زي فقير أو شحات أو إلى غير ذلك أنزلت السيارة لأنظر فيه وإذا بي يكلمني قال أنت مسلم قلت له نعم قال أنتم أحسن منا لماذا أن يكلموا بلغته قال لأن في عندكم رحمة قال فكانت رسالة غير عديق عندي أنا أعالج موضوع الرحمة ذهنين وإذا بالرسالة تأتي أنتم أيها المسلمون في عندكم رحمة قال له هنا في الغرب لا يوجد رحمة كيف تعليق على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا مولانا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من عبادك الرحمة وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم ارحمني وأخي وإخواني هؤلاء وإخواني جميعا سأل الله تعالى جميعا أن يرحمنا ونحن في شهر رمضان شهر الرحمة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمة من عندك اغنينا بها عن رحمة من سواك آمين اللهم آمين شداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورغوانه نحن عندنا رحمة لأن نبينا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم نحن عندنا رحمة نعم لماذا؟ لأننا مؤمنون بأن بعد الدنيا آخرة وأننا أحوج ما نكون بذلك اليوم إلى رحمة الله تعالى فنتراحم في الدنيا حتى يرحمنا ربنا في الدنيا وفي الآخرة تراحموا من لا يرحم لا يرحم والراحمون يرحمهم الرحمن الحديث عن الرحمة حديث ذو شجون وله مجالات متعددة وكنت في رحلة من تعز إلى اب ومجموعة من الشباب في السيارة وخطر في بالي هذا الموضوع موضوع الرحمة ما فيش نبي إلا والرحمة متعلقة به رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا القرآن رحمة هدى ورحمة للمؤمنين الرسول رحمة الأنبياء رحمة ما من سورة تبدأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم السورة منفردة اسمه الرحمن يقترن اسم الرحمن بسم الله في كثير من آية القرآن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كثير من آية القرآن ولا أريد أن أسطرت كثيرا لكن قلت لماذا يقترن دائما قل ادعو الله أو ادعو الرحمن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكادوا السماوات يتفطرن منه وتنشقوا الأرض وتخلوا الجبل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فهذا اللفظ يتردد في القرآن وفي أدعية الأنبياء فاستجبنا له ثم تختم الآية رحمة من عندنا فتجد أن الرحمة في القرآن حتى قبل العلم قبل العلم الرحمن علم القرآن وقال وهو يتحدث عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا وكان الرحمة طريق إلى العلم وهي الباب المفتوخ لتلقي العلوم ولذا فإننا معنيون أن نكون أرقى برحمتنا هناك حاجة ماسة لأن نرتقي بهذا الخلق لنصل إلى أن يتحول هذا الخلق إلى إنسجام ونفحة ربانية فينا إنسجام مع الخلق إنسجام مع الناس رحمة مع الكائنات مع الناس رحمة مع الخلق جميعاً رحمة مع الكون الذي نائش فيه هناك يعني كنت أريد أن نتحدث عنه بجانب الذوق لكن هو متعلق بالرحمة يحس في نفسي أن أن تعاملنا مع بعضنا يحتاج إلى مسحة رحمة نعيد فيها خلق الإسلام والرقي بهذه الرحمة نعيد أن نحقق فيها رحماء بينهم ونريد من الشباب أن يظهروا الرحمة للشيوخ للشيوخ فأن يأخذوا بيد الضعيف يعني يعين الكفيف و ده ما ذكر النبي في فضل الصدقة وأن تحمل المتاع أخيك على متاعك وأن تنس الوحشان بنفسك صدقة نعاً نريد رحمة من سائق السيارة إذا وجد منقطعاً في الطريق البعض يعني ليس بالضرورة أن تكون سائق فرزة لكن أن تكون رحيم بكبير في السن تأخذه بطفل يعني لا يستطيع الوصول أقول لك يا أخي ذكرياتنا الطفولة لازمنا نحب أناساً كان عندهم سيارات يقفون لنا ليوصلونا إلى المدرسة إلى الآن نراهم ونحبهم ذكرياتنا أنهم فقط كانوا يرحمون ضعفنا هذا الخلق الراق البسيط كيف رحمة فقط في الأطفال كيف يرسم في ذهنك أنت وفي ذهني أنا أنه يعني صاحب سيارة معينة لا زال بعضهم أحيا نذكر أنهم كانوا يأخذون فتلك لمسة من لمسات الرحمة التي نحن بحاجة إلى تجديدها وهناك نماذج في الحقيقة نراهم بأعيننا شخصيات رائعة وجميلة وما أروع المسلمون وهم يتحلون بهذا الخلق الجميل نريد رحمة المعلمون بالطلاب نعم يعني علمونا الأولين قالوا للأستاذ القلد العالي وكأن الأستاذ هذا عبارة عن يعني يعني جلات لا العلم دافعه الرحمة أولا يعني العطف الحنان أن يشعر الإنسان التلميذ بحنان الأبوة من أستاذه نريد أن نرقى بخلق الرحمة رحمة الزوج بزوجته فلا يشق عليها بما لا تقدر عليه ولا كلفها ما لا تطيق للأسف البعض وأقول يقع في خطأ بمشاهدة أفلام إباحية أو يعني مسلسلات ويظن هذه المسلسلات يريد من زوجتي أن تصنع له كما تصنع الممثل الفلاني أو المشهد الفلاني من الحركات الجنسية أو السلوك في البيت أو أنواع الأطعمة يا أخي زوجتك أولا ما عندها المواد الكافية لأن تصنع ما صنعت تلك وليس عندها الثقافة الكافية لتصنع ما تصنع تلك ثم تلك الأفلام وأقول لإخوان المشاهدين والمشاهدات معظم تلك الأفلام يسترز يعني يؤخذ بها مالا ليست هي أخلاقيات حقيقية تقدم للناس هي عبارة عن اسمها تمثيلية أصلا هي عبارة عن تجارة تجارة بسلوكيات ليست حقيقة ولهذا بعضهم هذا للأسف يعني هذه التي البيئات التي تعرض مثل هذا غالبا فاشلون في حياتهم الزوجية فاشلون في حياتهم الأسرية غالبا بسبب أنه ليست هذه أخلاقيات حقيقية فنحن بحاجة رحمة الزوج بزوجته رحمة الزوجة بزوجها وخصوصا يعني إذا كبر في السن لأن القرآن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة فالعلاقة قالوا المودة في بداية الزواج والرحمة في نهاية في نهاية الزواج في نهاية العمر لأنه يبقى بالبداية دافع الشهوة والرغبة والعاطفة والود والحب في البداية الموضوع الحلقة السابقة الحب وفي نهاية العمر تبقى الرحمة فهنيئة لك تلك الزوجة المباركة وزوجك مريض في الفراش وأنت ترحمينه ووالله يا أخي لقد اطلعت على نماذج نساء يوميا يأخذنا البراز من أزواجهن ويعني تمسح يعني ما يخرج من أنفه أو من أذنه أو من مرضه رأينا نماذج رائعة جدا وأقول لتلك المرأة التي تصبر على مرض زوجها وبعضهم مصابون بمرض مزمن عافاهم الله وعافنا جميعا تلك امرأة رحيمة أنت رحيمة وحق أن تتنزل عليك رحمة الله تبارك وتعالى وأنت أيها الزوج الرحيم بزوجتك التي مرضت أو أصيبت بعاها ذهبت بجمالها أو أقعدتها عن خدمتها لك فبعض النساء مقعدات بسبب مرض أو شلل مزمن ورحمة زوجها بها بابتسامته لا تتغير لم يتأفف منها لم يتحسس من طول مرضها لم يمن عليها بكثرة ما قد عالجها وحييك فأنت رجل الرحيم وتستحق أن تتنزل عليك رحمة الله تبارك وتعالى نريد أن تكون بيوتنا مرحومة فعلا وتتنزل عليها الرحمات تحية لك أيها الزوج الرحيم وتحية لك أيها الزوجة الرحيمة وتحية لك أيها الأمة الرحيمة أنا أعرف أمهات يعني ابتلاهن الله ببنات كفيفات البصر أعرف أسرة كاملة لها سبع بنات كلهن كفيفات وأعرف أسرة أيضا أبناؤهم يولدون وفيهم عاهة العجز والأم تظل قائمة بهذا العمل كله كم أنت رحيمة دون تأفف دون تأفف بل أيضا البعض تخدم أم زوجها وأختها وأمها بل والبعض قريبتها وجارتها وكم هذا المجتمع راقي وجميل فقط نحن نريد أن نحسن هذه الرحمة نريد حتى حتى سواقين الفرزات البيجوهات كابتن الطائرة يعني سواقين الباصات السياحية نريد أيضا أن يتذكروا هذا الخلق فالراكب هذا ضعيف وهذا مريض وهذا يعني مقعد نريد الرحمة بهؤلاء وأن لا يتعامل معهم بقسوة فالمسألة ليست أجرة المسألة بصمة وخلق والمال سيأتي نريد أيضا أن نعزز جانب الرحمة في الموظفين وأقول لأرباب العمل وأصحاب الشركات الرحمة بالعمال وإذا كثر الله رزقكم يؤطوا من معكم من الموظفين من هذا الرزق فإن الله تعالى سيرزقكم أكثر ويؤطيكم أكثر أخي شهاد زرت مرة مصنع من مصنع بيت هيل سعيد أنعم ورأيت مكينة تنتج يعني تعمل على تعليب الشوكولاتة فسألت الأخ الذي يشرح لنا في المصنع هل في مكينة حديثة أفضل من هذه قال نعم لكن هذه المكينة عليها سبع عمال والمكينة الحديثة عليها ثنين عمال فلما ناقشت الإدارة العامة للشركة قالوا ما دام نحن رابحين وكاسبين تبقى هذه الآلة تشتغل من أجل أن بقية السبعة يشتغلوا لأنهم قائمين على أسر ما أجمل المسلمون لن تجد هذا المبدأ في الغرب في الغرب لا يعرفون هذا لكن عندنا نحن الرحمة قيمة أظيمة جدا يا أخي ما أجمل أن نتعبد الله أقسم بالله أني شعرت بعظمة الإسلام يعني الغرب يعرفون الماديات لكن الشركة لأنها تابعة لمسلمين ومؤمنين ويمنيين أستاذ طبعا سأعطيك مشهدا يعني حتى نعطي مقارنة لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عينا بها والتي هي اسم من أسماء الله عز وجل العظيمة والكبيرة والجليلة لكن نستعدنك في القروج إلى فاصل لنعود لإستكمال هذا الحديث مشاهدين الكرام للرحمة نرقاء نعود بعد الفاصل لإستكمال الحديث حول هذه القيمة فابقوا معنا